السلام عليكم أحبتنا في كل مكان وأسعد الله وقاتكم بكل خير أنا معكم صلاحة ربيعي أحد أعضاء فريق مجموعة تعاون هذه المجموعة التي تهتم بالتعليم والمنح الدراسي وبكل ما يخص الطالب في الصين طبعا اليوم سوف نتحدث عن التعليم في الصين وعن المنح الدراسي في الصين وأنه بسطاعة أي طالب التقديم على هذه المنح طبعا كما تعلمون الصين دولة متقدمة وبدأت بالارتفاء بالتعليم وبالآمن وما إلى ذلك من جميع مناحي الحياة فالعيش في الصين يعتبر عيش رائع جدا ومناسب لجميع الطلاب وذلك من حيث أن الطالب يعيش في ظل الجو تعليمي آمن ومتكفل بجميع ما يحتاجه الطالب الصين بدأت بالاهتمام بالتعليم وبدأت جامعتها تنافس جامعات العالم والجامعات الأوروبية والجامعات الأمريكية وغيرها حيث أن جودة التعليم تعتبر عالية جدا والتجهيزات الموجودة في الجامعة ترتبع تجهيزات عالية المستوى ويتوفر جميع الأجهزة وجميع التقنيات وجميع الكتب والمراجع والتسهيلات أيضا الصين سهلت المناحي التراسية ولأجل نجاح جودة التعليم في الصين بدأت في إعطاء منح كثيرة لجميع الطلاب الأجانب من جميع الحال العالم ومنهم الطلباء العرب حيث تعطي الصين أكثر دولة تخطي منح للطلاب من جميع أنحاء العالم هذه المناح تعتبر كثيرة جدا وعددها بالآلاف فيستطيع الطالب التقديم على هذه المناح بكل ببساطة أولا سوف نجزئ أنواع هذه المناح هناك منح المقاطعات الصينية وهناك منح الجامعات الصينية وهناك منح الحكومة الصينية منح الحكومة الصينية تعتبر هي الأكثر مميزات والأخضر لجميع الطلاب هذه المناح هي شاملة لجميع ما يحتاجه الطالب منه في الصين سواء الرسوم الدراسية أو المصالف الشهرية التي تصل إلى أكثر من 500 دولار شهرية أيضا السكن والتأمين الصحي وما إلى ذلك من المميزات الأخرى التي يحتاجها الطالب بالنسبة لمنح المقاطعات منها منح كاملة ومنها منح جزئية وكذلك منح الجامعات المنحة الجزئية تكون إما منحة تغطيها الرسوم الدراسية ويكون مصاريف الطالب على نفسه أو أنها تعطي مصاريف للطالب بشهرية وهو يسدد الرسوم الدراسية وهذا يعتبر أن الطالب سوف يتحمل جزء من هذه الرسوم التقديم للمنحة الدراسية سهل جدا يستطيع أي طالب يقرد الدخول إلى موقع الجامعة ثم اختيار موقع الطلب الأجانب لهذه الجامعة هناك أيقونة فيها ثلاثة أنواع أو أكثر من المنح يقوم باختيار أيقونة المنح ثم الضغط على منح الحكومة الصينية والبدء بالإطلاع على تفاصيل هذه المنحة وما هي الشروط المطلوبة في العادة تكون الشروط المطلوبة إما تعبئة الابليكيشن الخاص بمنح الحكومة الصينية ثم الانتقال إلى إعداد خطة دراسية وإعداد فحص طبي وإعداد توصيتين من مدرسين من مرحلتك السابقة بالنسبة لإعداد الفحص الطبي تم تنزيل الفحص الطبي من الموقع ثم التهاب في هذا الفورم إلى أقرب مستشفى موجود في الحياة التي أنتم موجود فيه لعمل هذا الفحص وتعبئة الفورم أيضا بالنسبة الكبير من الطلاب يسألون عن العمل هنا في الصين العمل هنا في الصين متوفر بشكل كبير جدا هناك أعمال غير قانونية وهناك أعمال قانونية وهي أعمال جزئية بالنسبة للطالب أما بالنسبة إذا لديك فيزة عمل فالعمل متوفر بشكل كبير بالنسبة للعمل غير الجزئي أو العمل غير القانوني للطالب إما أن تشتغل كمدرس أو أن تعمل في أعمال أخرى مرتبطة بجامعتك أو مرتبطة بمجال بحثك أو أعمال تجارية وهي في الغالب الطلب العرب يعملون في الأعمال التجارية بشكل كبير حيث تستطيع الذهاب إلى المدن التي فيها المصانع في الصين لشراء بعض الأغراض التي يريدها التجار في بلدك ثم تصديرها لهم وهذا يعتبر من السهل جدا ومن الأعمال المربحة ولكن يجب أن تكون حذر أو أن يكون لديك هدف العمل ويكون لديك فيزة عمل إذا لا تريد الدراسة أو وصلت إلى هنا للصين وبدأت بتغيير وجهة نظرك حول بداية عمل أو ما إلى ذلك شكرا لكم وأنا أتمنى لكم التوفيق والنجاح كنت معكم أنا صلاح الربيعي إلى اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة